سنتابع معكم المزيد من النقاش والتحليل وبينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ صلاح مغوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط برحب بحضرتك في البداية أهلاً وسهلاً بيك أهلاً بحضرتك أهلاً وسهلاً يعني في البداية نتحدث عن أهم ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تفقده للأكاديمية العسكرية عدد كبير من الرسائل ما أهم ما لفت نظرك في كلمات الرئيس من رسائل هو الرئيس اليوم خلال لقاءه مع طلبة الأكاديمية العسكرية وجه العديد من الرسائل من خلال هذا اللقاء لأبناء الشعب المصري الرئيس تحدث بكل شفافية وصراحة عن الأوضاع الاقتصادية والأوضاع التي تمر بها البلاد الرئيس حريص منذ تولي مهم منصبه أن يصارح الشعب بكل ما لديه من معلومات أيضا يعني الرئيس استعرض جهود الحكومة في تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتخفيف من أثار الأزمة الاقتصادية التي تمر بالعالم ونحن في القلب منها بطبيعة الحال إلى جانب أن الرئيس اليوم تحدث عن أن حدثت زيادة غير مسبوكة في الرقعة الزراعية في مصر بما يزيد على 3 ملايين فدان وهي زيادة كبيرة بالفعل أيضا الرئيس تحدث عن الأزمات العالمية التي مر بها العالم والتي كانت سببا رئيسيا فيما يمر به العالم من أزمات خاصة أزمة كورونا وبعد ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية التي انعكست أثارها السلبية على مجمل دول العالم أيضا الرئيس تحدث عن أن استهلاك مصر من القمش سنويا يتراوح ما بين 18 إلى 20 مليون طن من القمش نستورد الكثير منها إلى جانب أنه اعتمادنا على الاستهلاك من زيوت الطعام يعني نستورد حوالي 60% من هذه المادة فضلا أن ذلك يتطلب توفير العملة الأجنبية الصعبة التي يتم بها الاستراد احنا بنتكلم في هذا الجزء تحديدا أستاذ صلاح حضرتك استخدمت مصطلح مكشفة ومصرحة وهذا ما تم بالفعل في حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم في الأكاديمية العسكرية كان في حديث عن الوضع الاقتصادي وهو ما يشغل بال المصريين الآن يعني الرئيس تحدث عن الوضع الاقتصادي تحدث عن أنه في خطة طموحة من إجراءات للتعامل مع هذا الوضع الاقتصادي الصعب كلمنا عن هذا الجزء ما تحدث فيه رئيس عن الوضع الاقتصادي وأيضا ما يمكن أن يتم اتخاذه من إجراءات هو الرئيس تحدث عن الجهود التي تبزرها الحكومة والتوجهات التي وجه بها الحكومة لتعامل مع مثل هذه الأزمة وقال أن الأزمة ستمر وأن بالفعل هناك إجراءات ستكون بها الحكومة في الأيام القليلة القادمة من شأنها تخيف الأعباء عن المواطنين إلى جانب أن الرئيس تحدث كان منذ أيام وجه الحكومة بدرونة إرجاء أزيادة التي كانت مقررة في أسعار كرباء كما تعلم إلى جانب أن الرئيس اليوم تحدث كما تفضلت بكل شفافية وصراحة وأنه وجه الحكومة إلى أن تكون بإجراءات للعمل على أن تواجه هذه الأزمة وأن الرئيس أيضا إلى جانب الأراضي التي انضمت إلى الرقع الزراعية المصرية سواء في الدلتا أو في توشكة أو شرق العوينات أو في سيناء ودلت المصري وغيرها من الأدوات التي استخدمت بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين لأنه كما تعلم أنه إضافة هذه الرقع من الأراضي الزراعية من شأنها تخفيف الاستيراد من الخارج والاعتماد على الذات في منتجاتنا من المواد الزراعية والأشياء من هذا القبيل إلى جانب أنه سيتم تأمين احتياط استراتيجي من السلعة الأساسية لمدة تصل إلى ستة أشهر وهو جهد غير مسبوك من القيادة المصرية بهدف السيطرة على أسعار السلعة الأساسية التي يستخدمها المواطن المصري إلى جانب أنه الدولة تعمل بالفعل على توفير الوقود بشكل منتظم إلى جانب أنه أيضا توفير احتياجات محطات الكهرباء من المزوت والغاز وغيرها فالرئيس أشار إلى أن مصر تحتاج جوميا إلى 18 ألف طن من المزوت إلى جانب أنه ننفق شهريا ما بين 300 إلى 350 مليون دولار لتوفير احتياجاتنا من هذه المادة فضلا عن أنه إنتاج الدولة من الغاز ساهم في أن يسد احتياجات هذه المحطات من الوقود فهناك بالفعل خطة طموحة لحل الأزمة الاقتصادية من جانب الحكومة أعتقد أنه الرئيس أيضا يجب أن نشير إلى أنه هناك شيء مهم في سياسة مصر الخارجية التي أشار الرئيس إلى أنها تتسم بالاعتدال والتوازن وعدم التدخل في شون خارجية يعني أنا هاجي عندي سياسة مصر الخارجية والحياة أنه كان فيه تصريحات مهمة ولكن قبل ما نختم الجزء المتعلق بالوضع الاقتصادي وكيف يتم مواجهته ونتكلم عن فكرة المكشفة والصراحة إلى أي مدى هذه المكشفة وهذه الصراحة بالأرقام زي ما حضرتك ذكرته وتابعنا في تصريحات الرئيس هي مهمة الآن وسيكون لديها مردود في الشارع المصري هو الرئيس بالفعل تحدث وتطرق إلى هذا الأمر بأنه يعني تحدث بكل شفافية وكل صراحة في مسألة ارتفاع أسعار السلع وأوضح أن هناك جزء كبير من الأزمة يعني لا تتحمل الإدارة المصرية يعني المسؤولية عنه لأنه بالفعل العالم بأسره تعرض لموجات متتالية من ارتفاع الأسعار ونشهد جميعا ما تعرضت له دول العالم خاصة دول أوروبا ودول الأكثر تقدما التي عانت بالفعل من ارتفاع الأسعار الأساسية لبعض السلع التي كانت متوفرة بشكل كبير في دول أوروبا نشهد يوميا أن هناك بالفعل انخفاض في مستويات وجود هذه السلع إلى جانب ارتفاع في وطيرة الأسعار فالرئيس تحدث بكل شفافية عن هذا الأمر وأكد أن الحكومة لديها خطة تعمل على وضعها ومجموعة من الإجراءات لتخفيف أثار هذه الأزمة إلى جانب أن الحل يتضمن أن تكون هناك سيطرة على مستلزمات الانتاج وتقليل فطورة الاستيراد من الخارج وإيجاد بداء المصرية للاستيراد من الخارج أو أن الانتاج المصري يغطي هذه المطالب بما ينعكس إجابا على المواطنين لأن فطورة الاستيراد من الخارج إذا ما تم تقلصها أو تخفضها أعتقد أنه سيتم بالفعل التحكم والسيطرة على الأسعار سواء الأسعار السلع الأساسية أو الأدوية أو مدخلات الصناعة أو غيرها فهي احتياجات ضرورية بالفعل ويتتكلف الآن لأن احنا بنحتاج إلى أرقام ضخمة الاستيراد من الخارج فتوفير البدائل المحلية له أعتقد أن الرئيس ركز على هذا الأمر وأنه ضرورة أن تتجاوز الحكومة هذا الموضوع بتوفير البدائل سواء من مدخلات الصناعة أو الانتاج الزراعي خاصة أننا الآن في سبيلنا إلى ضم رقعة جديدة من الأعراض الزراعية المستصلحة إلى رقعة مصر الزراعية فأعتقد أن السيطرة بإيجاد بدائل محلية هو الشغل الشاغل للرئيس وأعتقد أن نوجه الحكومة في هذا الأمر أن يكون هناك بدائل الاستيراد من الخارج للتحكم في مسألة الأسعار وأنه ده سيلمس أسعار الإيجابية المواطن بطبيعة الحال فهناك إجراءات أشار الرئيس إلى أن الحكومة ستتجه إليها في القريب العاجل أعتقد أنها ستنعكس إيجابا على المواطنين طيب أخيرا إحنا تكلمنا يعني مرنا سريعا على السياسة الخارجية وكان فيه تصريح مهم أيضا من ضمن تصريحات رئيس أنه سياسة مصر الخارجية هي سياسة ثابتة بتتميز به الاتزان وعدم تدخل فيه شؤون أي من البلدان الأخرى أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت ونحن نشهد أزمات إقليمية كثيرة هو طبعا سياسة مصر الخارجية منذ تولي رئيس السيسي مهام منصبه في عام 2014 وهي تلتزم التوازن في علاقاتها الخارجية والاعتدال وعدم التدخل في شؤون الداخلية للدول الأخرى كما أن مصر لا تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها الداخلية فمصر متوازنة في هذا الاتجاه وعندما استضافت مؤخرا اجتماعات دول جوار السودان كانت تستهدف الوصول إلى حلول للأزمة السودانية باعتبار أن السودان هو عمق مصر الاستراتيجي وهي جار شقيق لنا إلى جانب أن مصر استضافت اجتماعات الفصائل الفلسطينية واجتماعات الأشقاء في ليبيا فمصر دائما وأبدا ما تلتزم بسياسة التوازن والعلاقات الجيدة شواء مع شقيقتها أو مع الدول الجارة أو مع دول العالم بأسره فهي تعتمد سياسة متوازنة واعتدال في علاقاتها الخارجية فهي لا تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها إلى جانب أنها لا تتدخل في شؤون الأخرين على الإطلاق وعندما تستضيف أحد هذه المؤتمرات أو الدول بهدف إيجاد حلول سلمية للأزمات المتكررة التي يتمر بها دول المنطقة سواء في السودان أو ليبيا أو القضية الفلسطينية فدور مصر لا يقتصر فقط على عدم التدخل في شؤون الأخرين لكن هي تتبنى سياسة التدخل عندما يعني تجد أن هناك أمرا يستدعي تدخلها فهي توفارع على البول إلى التدخل من أجل إيجاد حلول سلمية للأزمات التي تمر بها دول المنطقة إلى جانب أنها تدخلها المباشر في القضية الفلسطينية سواء بالتدخل لتهديئة الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين عدة مرات إلى جانب التوازن في علاقتها الخارجية أعتقد أن هذا هو نهج السياسة الخارجية المصرية وهي تثير في هذا الاتجاه بخطة سابتة وخطة متوازنة صحيح أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ صلاح مغوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط شكرا جزيلا على وجودك معنا